السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة حبيت الفيديو يكون مختلف شوية هنتكلم شوية عن حديقة الغرافة اللي انتوا شايفينها معايا في الفيديو دي حديقة افتتحت مؤخرا في دولة قطر اللي بيميز الحديقة ديت لو انتم لحظين فيها المسار ده المسار ده هو عبارة عن مسار للمشا مكيف المسارات اللي فيها طبعا فيها مسار دراجات بس مش مكيف فيها مسار المشا المسار المشا هو المكيف والجوجينج تراك المسارات طولها تقريبا 700 متر مساحة الحديقة كلها 50 الف متر مستعمل فيها زي ما انتم شايفين هنا مستعمل فيها جرين وول مغطية بعض المباني فيها سماعات كمان وفيها كاميرات مراقبة ديت وحدات شرب المياه الحديقة شكلها جميل وتصميمها هادي وبسيط ما فيهوش تعقيد حتى المساحات الخضرة فيها مغطية اكتر من مساحة 70 في المية من مساحة الحديقة ده الفرنتشر زي ما انتم شايفين مكون من خشب وكونكريت مع بعض الأشجر طبعا لسه بنشبين عليها حجم كبير لان هي لسه مزروعة جديد كلها هنا فيها حوالي 350 شجرة الحديقة كلها وهنا ده المسار زي ما قلت لكم اللي هو مسار المشاه وحتى هسيبكم تسمعوا صوت السماعات اللي موجودة عشان يعمل صوت زي العصفير او الطيور اللي موجودة المسار ده طبعا زي ما انتم شايفين هو مكيف بالكامل اه تكييف بتاعه بيشتغل بنسبة سبتين لسبعين في المية منه بيشتغل على الطاقة الشمسية ودي منطقة جيم وده شكل الحديقة بالليل بالاضاءة بتاعتها اه شكلها جميل طبعا ديات اللوحات الارشادية فيها اربع اماكن ممكن تستعمل كاكشاك بيع ده شكل المسار المسار شبه مفتوح زي ما انتم شايفين ولكن مكيف الحديقة شكلها جميل جدا عشان كده حبيت ان انا اشارككم معايا في ان انتم تشوفوها ديات بعض العناصر المستخدمة ديات اعمدة الانارة اللي موجودة المستعملة اتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله نشارك فيديوهات جديدة اشتركوا في القناة